بسم الله الرحمن الرحيم اهلا وسهلا بحضراتكو طبعا ماي فاندد اف اكس عامل عروض خطيرة جدا يعني اتركي شيئا للشركات الاخرى ماي فاندد اف اكس اتركي شيئا يعني مش كده طبعا العرض الخطير طبعا لأصدقاء كسرين مشكورين ارسلوا لي رسالة ان ماي فاندد اف اكس الحساب اللي هو لعشر تلاف اصبح عليه خصم خمسين بالمئة واحنا يمكن اتكلمنا عن مسألة الخمسين بالمئة ديت وقلنا ياريت اغلب الشركات تعمل لنا خصومات خمسين بالمئة اه دي من افضل الشركات اللي بتعمل لنا الخصومات الحقيقة للخمسين بالمئة ماي فاندد اف اكس على الحساب العشر تلاف الحساب العشر تلاف ده هتلاقيه اه بمئة دولار تمام لما تهبط بالاسفل كده مئة دولار يبقى انت هتدفع خمسين دولار فقط لا غير طيب تعالى نشوف الايميل اين الايميل هشوف لك الايميل اهو تمام اه كوبون كود عشرة كي فقط هتكتب عشرة كي ديت فتحصل على خصب هو طبعا بقول لك هو اه لكل مستخدم واحد يعني انت هتشتري حساب واحد فقط بهذا الخصب لغاية يوم اتناشر مايو تمام فالحق انا بالنسبة لي انا خلاص انا خدت السطمية يعني انا بالنسبة لي خلاص للاسب خدت السطمية ده ده حسابي ده اه ده حساب المتين وخمسين اه ده حساب المتين وخمسين اه ده طبعا كانت فرصة حلوة قوي كان عاملين خصم اكثر من رائع وانا رحتي اه دخلته فهو حتى الان متين خمسة وخمسين بس انا داخل كده شوية صفقات ان شاء الله ربنا نصر حلوي نقدر اه نزود عن كده لكن اه يعني اه بتصعد عارف اللي هو اه ماشي واحدة واحدة فبتصعد وما فيش اي مشكلة انت اما حاجة عندك لما تدخل عنداش بورد هي الايام اليوم الجديد تمام هو انا بيكتب لك هو اليوم الجديد هيبدأ امتى بحيس الناس اللي هي بتدخل هاي ريسك اللي هي عايزة تخسر ان شاء الله الاثناشر الف وخمسمين اللي هما التراجع اليومي هو بيبقى كتب لك كل حاجة على الداشبورد بيبقى كتب لك اه الخسارة اليومية والخسارة الكلية اهو بيقول لك هنا بس انا انا بالنسبة لي من حقي اني اخسر اتناشر الف سبعمية ستة وخمسين تمام والماكس توتال لوز اه خمسة وعشرين الف تمام هو هنا فوق بقى بيقول لك ايه انت مفروض اه الله تصل ليه المتين خمسة وعشرين تمام اذا التراجع الكل تراجع ثابت وده ممتاز جدا يعني انت كل ربح انت بتحقق يعني مثلا متين خمسة وخمسين فانا كده معايا تلاتين الف دولار من حق ان انا اخسرهم بس مش اخسرهم في يوم واحد تخسر بقى كل يوم ان شاء الله خمس تلاف فلغاية ما اه تخسر الحساب كله تمام اه طبعا احنا بدأنا الحساب ده يوم سبعتاشر اربعة فممتاز يعني معقول شوية معقول لسه لم نكمل الشهر تمام اه دي اقول البروفيت خمس تلاف متين سبعة وثلاثين من عشرين اه هانت واحدة واحدة اشتغل واحدة واحدة طبعا المنصة الخاصة بيهم منصة محترمة اتكاب اه اه الشغل بتاعهم مشغل جميل يعني انا انا حابب الشرق لكن للاسف الشديد انا اخلاص انا اشتريت ال600 الف يعني انا 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 مشكلت مع اه هذه الشركة ان انا اهم كانوا تلتوينة الف تمام يعني كان اه اقصة محطقة تلتوينة الف anyone كنت ماشتريه الثلتوينة الف لما اعلانوا الستوينة الف انا خلاص انا اشتريت الستمائة الف تمام؟ فياريت تزوده المليون يعني مش عارف ما انت قولي الاول لما بتلاقي شركة محترمة ولما تلاقي شركة محترمة طبعا انت هتروح للشركات الاخرى ليه ما انا اعمل اكتر من حساب في الشركة عندك بقى هنا خصم اخر تضغط على السهم ده تعال كده نشوف اه بص ده خصم كم تمانية بالمئة على الحساب احنا طبعا معنا كبول خصم دائم عشرة بالمئة على الحسابات تمام انت معاك عشرة بالمئة اه الي يوسف تكتب مجرد تكتب اسمي فقط الي يوسف فيظل لك خصم عشرة بالمئة لكن ده خصم خاص للشركة اه متبكة فيه اتنين وعشرين يوم وهتاخد ريفوند متين بالمئة يعني دفعت في الحساب الف دلار هتاخدهم الفين دلار تمام؟ مع طبعا الدسكون اللي هو التمانية بالمئة فطبعا ده امر ممتاز خلينا نعمل ناس خليلي الكوبونده تمام واتركه لك فيه صندوق الوصف هو كمان والتاني عشرة بالمئة فيه العشرة تلاف انا من رأيي لو انت حسابك اه صغير رأس ملك صغير ادخل العشرة تلاف خمسين دولار وادخل المرحلتين اقلي بالك المرحلتين والله مرحلة ادخل المرحلتين تمام لان المرحلتين هنا بص المرحلتين هتبقى محتاج تمانية بالمئة وخمسة بالمئة تمام؟ لكن ده اللي يهمك اللي هو ايه؟ التراجع تمانية بالمئة اه تمانية بالمئة من الرصيد الاساسي تمام؟ ده اللي تبحس عنه ليه هيبقى معك تمنمية دولار تمنمية دولار كويس لان برضك حساب العشرة تبقى صغير فانت ابحس عن ايه؟ عن اقصى تراجع تقدر تحصل عليه ده تمانية بالمئة حلو ان هو ايه؟ كل ما تحصل على اه يعني ربح مية دولار يبقى تسعمية متين يبقى الف وهكذا تمام؟ طبعا المكسيمام ديلي لوز اه خمسة بالمئة يعني خمسونة دولار متخسرش خمسونة دولار في اليوم وميزة الشركة الاساسية هي ان هي تمام؟ اشتغل بقى كما يحلو لك طبعا عندك المرحلة الوحدة ادي المرحلة الوحدة تعمل عشرة بالمئة تمام؟ اا مرحلة واحد هي ميزة اللي هي مرحلة واحدة ان انت عايز تعمل الف دولار بس خلي بالك انه هو بص بقى المكس تريلينج لوز ستة بالمئة تمام؟ ستمائة دولار متحركين. بيتحركوا معك. انت فاهم? يعني خدت الحساب عشرة تلاف. ربنا اه طبعا التراجع بتاعك اول ما بتاخد الحساب لعشرة تلاف. تراجع معك كام? لغاية بالزبط كده تسعة تلاف وربعمية. اللي هو ما ستمائة دولار. ربنا كرمك ووصلت ايه? لعشرة تلاف آآ وربعمية. تمام? تلاقي الماكس يتحرك الستمائة. يبقى معك لغاية تسعة تمنمية. ايه يا جماعة هو في ايه هو كده? تمام? هو بتحرك. الستمائة دولار دولار هيفضلوا يدايقوك. فاهم? فانا عشان انت ما تدايقش وانا تدايق وكده. لا خلاص ما احنا مش عايزين نتدايق. فاحنا ندخل المرحلتين. تمانية بالمائة تمنمية تفرق معاك عن الستمائة. وتمنمية سبتين تفرق معاك عن ستمائة متحركين. فاهم الحيطة ديت? وكمان هو بيدايقها عليك على الماكسيمم دي لي لوز اه جعلها اربعة بالمائة يعني ربعمائة دولار. معاك تراجع ربعمائة دولار. هناك في المرحلتين معاك تراجع خمسمائة دولار. تفرق معاك طبعا هتفرق كتير. تمام? فخليك في المرحلتين. اه هنا طالب منك عشرة بالمائة والتاني طالب تمانية بالمائة وخمسة بالمائة يعني تلاتاشر بالمائة. لكن تلاتاشر بالمائة تعرف تجيبهم افضل هتعرف تعملهم افضل احسن ما تدخل اه لو انت بتشتغل بقى بمخاطرة بسيطة وكده خلاص ده بالنسبة لك هيكون سهل اللي هو العشرة بالمائة وخلاص وخلصت الحكاية لكن لو انت بتدخل ممكن بريسك عالي شوية فلا خليك في المرحلتين التمانية بالمائة والخمسة بالمائة تمام بحيث اللي انت تحصل على ايه خمسة بالمائة ديلي لوز وايضا يبقى معك تمانية بالمائة اللي هو التراجع انا بالنسبة لي الحساب اللي هو المتين وخمسين لما دخلته دخلته لمرحلتين تمام وتقريبا ما كانش متاح للمرحلة الواحدة تقريبا يعني مش بمزاجي لكن ممتاز جدا طبعا ممتاز يعني انت لو تعرف تدخل حساب التلتمية في هذه الشركة المرحلتين يعني ده افضل الحسابة انا شوفته في حياتي من افضل الحسابات مش افضل حساب يعني من افضل الحسابات بصراحة التلتمية الف هتشتغل بأرياحية وتمعك خمسة بالمائة يعني اتا معك خمستاشر الف تراجع يومي فخمستاشر الف تراجع يومي ده شيء خيالي يا جماعة خمستاشر الف تراجع يومي انت لا تنظر لمسألة التقييم يعني ما تنظرش اللي انت طول حياتك هتبقى في مرحلة التقييم لأ انت تنظر فيما بعد اللي انت ان شاء الله هيبقى الحساب معك فاندد فانت لما يكون الحساب فاندد كل ما يكون التراجع كبير هتعرف تعمل فلوس تمام غير بقى ان الشركة دي ميزيتها الرئيسية ايضا في مسألة الشغل التكنولوجي اللي فيها يعني كل حاجة انا كنت الاول فاكر ايه ان هو ايه اا لازم بقى رسل الدعم ولازم مش عارف اعمل ايه لا ده ده داشبورد الخاصة بيه خطيرة جدا كله اوتوماتيك كله اا اوتوماتيك فاهم فا يعني حاجة خطيرة جدا ان شاء الله خير وطبعا الصحوبات عن طريق اا ديل او او البتوكوين او عن طريق الحساب البنكي في حاجات كتير جدا تقدر تسحب من خلالها يعني لما تهبط بالاسفل كده هتلاقي بقى كل اللي انت عايز تسحبه هنا مثلا وايز اهو موجود ريفوليت تمام بايونير بيبال كوين بيز ديل كارد بس ديل كارد ده لبعض الداول احنا ابقى نشرح برضك ديل كارد بانكي ترانس فير تمام وايضا موقع ديل هو تقريبا تقريبا كده لا الترجمة كده ده هو بيقول لك موقع ديل فيه اكتر من 15 وسيلة تسحب منهم باق بانكت وطولن سفير ودي الكارد ويبا كوين بيز وهبي بال وبايونير ويفوليت ووايز دول موجودين في موقع ديل هو في الاول بيقول لك موقع ديل طيب غير كده انت ايضا معاك ان انت تقدر تسحب مباشرة على الكريبتو كرانسي مفيش اي مشكلة تمام طيب تعالك كده نشوف المنصة الخاصة بيهم طبعا انا عملت صفقة مش عارف شيطان التداول مسكني مش عايز يسيبني فعمال يقول لي طب ادخل على الباوند دولار ادخل بيعو بشراسة شديدة يا سيدي هاخسر لا لا ادخل وكل بقى بص بقى هنا بنص ستندر تمام طيب طب انا بعمل ليه بنص ستندر بعمل ليه هنا بنص ستندر هيقول لك لان انا بعمل قاف خسارة متدرج مختلف انا هنا يمكن مش عامل قاف خسارة مختلف لكن انا عموما بعمل قاف خسارة مختلف مغاير يعني ممكن اعمل هنا مية سبعة عشر هنا مية ستة عشر سبعة وسبعين وهكذا تمام فانا اخدت طبعا السيجنال الخاصة بيه الباوند دولار وقلت ايه هبيعه طيب خلينا بقى وداخل برضو فيه النوزلان دي او بدأت ايه الحمدو اللي بدأت ها يعني تظبط كنت داخل طبعا في النوزلان دي دولار اا بيع برضو نفس الناب بص الكميشن هنا اثنين ونص يبقى كده هو بياخد منك خمسة دولار على كل عقد ستندر تمام اا طبعا بص السبريد السبريد بسيط جدا يعني تلاتة من عشر نقطة فهو بيعوضهم بقى في الكميشن فكويس كويس يعني منصة كويسة للغاية بصراحة اا غير بقى مفهاش بقى تلعبات والكلام ده ممتازة بص الربح ارباح اا بدأت اكسب اهو ستة وتلاتين دولار حلوين اا ما تعملش بقى مع الشركة ديت يعني فيه استراجات كده ما ينفعش تعملها مع الشركة هقولك برضو بالمناسبة يعني يعني ما ينفعش انه مثلا علي يوسف دخل بلوت عالي ما ينفعش اسكر بقى الصفقات ديت وبعد كده روح داخل تاني وهفضل اسكر صفقات الشركة دي مش بتحب الطريقة ديت تمام مش بتحب اللي انت ايه اا تدخل عشان النقاط بسيطة جدا وتعلي اللوت ده من الاستراجات المرفوضة تماما في هذه الشركة تمام فانت الافضل انا من وجهة نظري الافضل اا لما تشوف مثلا اشارة بيع في الباوند دولار يعني مثلا شايف باوند دولار مفروض انه هو يهبط هبط كبير جدا فانا هدخله عشان خمس نقاط ولا عشر نقاط او حتى تلاتين نقطة لأ انا هدخله مثلا عشان ميت نقط ميتين نقط تمام لما تدخل عقد تلاتة سطندر او اربعة سطندر مع ميت نقطة او ميتين نقطة لا هتفرق معاك كتير جدا في الحساب تمام هتفرق معاك للغاية اللي يهمك هو العمولة السبريد وايضا الكميشن تمام فالكميشن خمسة دولار لكل عقد سطندر فاعتقد ان هي معقولة بس سيارية الشركة تقللها عن ذلك يبقى هترك لحضراتكو في صندوق الوصف الكوبون الخاص بالتمانية بالمئة دسكون وميتين بالمئة ريفون ده كوبون ممتاز جدا ومتوقف فيه اتنين وعشرين يوم خلينا نعمل ده قابي عشان ما ننساش تمام وعندك بقى العشرة تلاف هتشتريهم بخمسين دولار دول يعني حاجة مزهلة الليمتد اشتغل براحتك لا احد يجري ورائك سوى بقى تدخل المرحلتين انا حكيت لك عن المرحلتين والمرحلة رأيي ادخل المرحلتين ادخل المرحلتين التراجع السابت ما تدخلش التراجع المتحرك ده تمام خليك طالما شركة بتطيح ليك التراجع السابت ادخل معاها في التراجع السابت وبالتوفيق ان شاء الله شكرا جزيلا شكرا جزيلا